حصل مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض على الاعتماد البرامجي لدبلوم الصيدة الأسريرية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات يبدأ مع مطلع العام 2022 ويعتبر هذا الاعتماد الثالث الذي يحصل عليه المجمع من قبل الهيئة في برامجه التي يقدمها في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان للحديث أكثر مشاهدين تنضم لنا في الاستوديو دكتورة نورا السلمي مديرة الخدمات الطبية المساعدة في مجمع إرادة للصحة النفسية حياك الله أهلا وسهلا صباح الخير أحيكم العافية وأسعد الله صباحك يسعد صباحك أشكرا جزيلا على الاستضافة حياك الله أهو شي ببارك لك حصولكم على هذا الاعتماد الله يبارك خبريني عن أهمية هذا الاعتماد صراحة اعتماد برنامج دبلوم الصيدلة السريرية هو أحد البرامج دراسات العليا للهيئة التخصصات الصحية والبرنامج هذا حقيقة كنا نسعاله من سنة 2017 كان الهدف أنه يكون عندنا صياد لمتخصصين في مجال الصيدلة السريرية في مجال النفسي تم بحمد الله الاعتماد البرنامج للسنة الأولى للدبلوم بمجمع إرادة اعتماد قسم الرعاية الصيدلية كوحدة تدريبية وهذا صراحة حافز جيد جدا لنا الاستكمال الاعتمادات الأخرى يعني زي ما أنتم عارفين برامج الاعتماد بهيئة التخصصات الصحية برنامج البي جي واي ون اللي هو سنتين وليؤهل الصيدلي أنه يحصل على مؤهل ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية جميل وبي جي واي تو اللي هو يكون متخصص في الصيدلة في مجال معين يعني احنا هدفنا أن يكون متخصص في مجال الصيدلة النفسية ويحصل على مؤهل صيدل الاستشاري حاليا تم اعتمادنا بالسنة الأولى على مدى أربع سنوات وهذا حافز جيد وزي ما تفضل الزميل المذيع الكريم قال أنه تم اعتماد برامج أخرى في المجمع هذه بحد ذاتها تزيد وتساهم في خلق بيئة جيدة جدا للتعاون الصيدلة الإكلينيكية برسم خطة علاجية جيدة للمريض جميل جدا طيب دكتور نورا يعني في نقطة معينة ما هي أهم التخصصات التي تم اعتمادها في البرنامج برنامج الصيدلة الكلينيكية حاليا للسنة الأولى هو برنامج عام تدريب عام يعني تدريب في مجالات الصيدلة مثل السلامة الدوائية مركز معلومات الأدوية الصيدلية الخارجية الصيدلية الداخلية وحدة المحالي للوريدية كذلك في جانب تدريبي في الإدارة الصيدلية هي تسع دورات كل دورة مدتها خمسة سابيع تبتدأ من أكتوبر لأن تقديم على البرنامج أساسا في هذه التخصصات يبتدأ من سبتمبر فمدة سنة من أكتوبر إلى سبتمبر تسع دورات جميل دكتور نورا خبرين أكثر عن طموحاتكم وتطلعاتكم المستقبلية في اعتمادات أخرى ربما تكون من نوع آخر زي ما حكيت لك استاذا قبل شوي قلت لك على مجال الاعتماد والهدف الأساسي اللي كان داعم لنا صراحة إدارة المجمع مشكورة أنه نسعى لحصول على اعتماد شهادة الاختصاص بالصيدل السريري أش هي شهادة الاختصاص بالصيدل السريري هي تؤهل الصيدني أنه يكون صيدلي استشاري متخصص ومتخصص في مجال الصحة النفسية اللي هو بي جي واي تو زي ما قلت لكم قبل شوي هذا هو الهدف حصولنا على هذا الاعتماد رائع صراحة لأنه نستكمل بقية المتطلبات نأخذ على بي جي واي تو نكمل بي جي واي وان السنة الثانية بعدها نستكمل بي جي واي تو نعم طيب يعني أسألناك دكتورة نورة في النقطة مهمة ما هي المعايير التي يجب أن تطبق على هذا المنشأة؟ المعايير إحنا أساسا القبولة في البرنامج يعني يستند لمعايير لهيئة التخصص الصحية يعني المعايير عدة صراحة يعني ممكن لما يأخذنا الوقت أن أتكلم عن الديتيلز أهمها المعايير أنه أن يكون وجود صيادة لكلينيكيين مؤهلين البرنامج التدريبي مكتمل أن تكون الوثائق كاملة تكون المؤسسة معتمدة كمؤسسة تدريبية يعني مجمع إرادة معتمد كمؤسسة تدريبية يكون فيه يعني فيه أحيانا في الزيارات لما يجوا المقيمين تكون عندهم معايير معينة استكمالا لهذه المعايير وليأساسها وجود صيادة لكلينيكيين يتم الاعتماد بهذا الموضوع نعم دكتورة نورة وجهتكم صعوبات وتحديات معينة في هذا الاعتماد أولا صراحة أنا زي ما قلت لك من 2017 لأخر الموضوع أنه إحنا نحص يعني هدفنا حصول على صيادة مصنفين من الهيئة في صيادة لكلينيكية موجود صيادة متمكنين جدا لكن التصنيف هو متطلب صيد الاستشاري وصيد الاكلينيكي فكان الوقت أنه الحصول على صيادة وتدريب وفتح وحدات جديدة بالصيادة الاكلينيكية في المجال الاكلينيكي فلما استكملنا المتطلبات تم التقديم وتم بحمد الله القبول طيب تكرر نورا يعني ما شرط بركنا أنت ذكرتي هناك تسع دورات يعني مدتها خمسة أسابيع من وجهة نظرك ما هي هم تلك الدورات؟ ما هي الدورة المهمة؟ صراحة كلها مهمة يعني أنه الصيدر يجب أن يكون مرعا لجميع الدورات ما أقدر أقول لك أنه في جزء أحدى الدورات مهمة يعني أكون يعني ظالمة لبقية الدورات جميع الدورات مهمة وأساسية وهي تعتبر السنة الأولى في البرنامج الرزيدنسي الإقامة للصيدر السريرية متطلب يعني جميع الدورات متطلب أساسي وجميعها مهمة نعم